إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني جداء فإني أحبكم في الله تبارك وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم آمين وذكروا نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق ويرجعوا بناقتين كوماوين أي عظيمتين من غير ما إثم ولا قطعة رحم قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاثة وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فاحتسبوا هذه الدقائق التي تقضونها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى احتسبوا فيها الأجر عند الله تبارك وتعالى وليس بكثير النصر فمثل هذا الوقت نتقرب فيه إلى الله جل في علاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى على دقائق نقضيها في هذا المكان المبارك في مجتمع جاهلي يعبد فيه غير الله تعبد الأصنام تدعى من دون الله تبارك وتعالى يذبح لها ينذر لها يخاف منها ترجى تتخذ شفعاء عند الله تبارك وتعالى في هذا المجتمع بيت الله الذي بناه إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يحيطون بهذا البيت بثلاثمائة وستين صنم شيء فوق الكعبة وشيء حول الكعبة وشيء داخل الكعبة كلها أصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى في هذا المجتمع الجاهلي نشأ شاب يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف صلوات ربي وسلامه عليه وعرف في هذا المجتمع بحسن خلقه وصلاحه إذ رباه الله تبارك وتعالى فأحسن تربيته نشأ هذا الشاب في هذا المجتمع الجاهلي وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يحبونه حبا شديدا لمكان أسرته فجده عبد المطلب سيد البطحاء وأسرته بن هاشم خير الأسر وأشرفها نسبا وهو في خلقه وتربيته وتعامله مع الناس كان محبوبا جدا عندهم صلوات ربي وسلامه عليه ومع هذا في هذا المجتمع الجاهلي حمى الله تبارك وتعالى ذلك الرجل ذلك الشاب فلم يسجد لصنم ولم يدعو صنما ولم يذبح له ولم يتقرب إليه بشيء من القربات وكان معه قلة من القوم من هم كذلك وورقة ابن نوفل وزيد بن عمر بن نفيل وقيل أمية ابن الصلت وغير هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم لم يعبدوا الأصنام ولم يتقربوا إليها بشيء ولكنهم كما قيل كانوا صالحين تاركين لما كان عليه أهل مكة ولكنهم لا ينكرون عليهم لا ينهونهم بل يكتفون بصحة ما هم عليه وكان هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه يخرج إلى غار حراء يتحنث يتعبد لله تبارك وتعالى في هذا الغار وغالب عبادته كانت التفكر فيما هو عليه في خلق السماوات والأرض في إرساء الجبال في هذه الأشجار في البشر في غير ذلك من الأمور ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى ما كان يعرف شرائع الإسلام لأنه ما أنزل الله تبارك وتعالى بعد شيئا من الشرائع ولكنه كان كارها لما كان عليه قومه ورعاه الله وحفظه جل في علاه حتى كان في ليلة من الليالي وهو في غار حراء يتحنث يتعبد لله تبارك وتعالى بما يمليه عليه قلبه صلوات ربي وسلامه عليه إذ فجأه الملك جاءه جبريل في ذلك المكان شخص غريب يدخل عليه في مكان لا يدخل عليه فيه أحد ثم جاءه وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة وهو نبي أمي في أمة أمية قال ما أنا بقارئ فضمه ضمة شديدة أرهبته وأرعبته ثم تركه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه الثانية ثم أرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه الثالثة ضمة شديدة ثم أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلام عجيب كلام لا يقوله البشر كلام لم يسمعه من قبل فزاد الرعب في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه ثم رجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها ترتعد فرائصه فدخل عليها فقال زملوني زملوني وذلك أن الخائف يشعر بشيء من البرد فزملته ثم قالت له ما لك فأخبرها بما حدث وطمأنته خديجة رضي الله عنها وقالت والله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث والله لا يخزيك الله أبدا ثم لما اطمأنه وهدأ صلوات ربي وسلامه بهذه الكلمات الرقراقة التي خرجت من في خديجة رضي الله عنها لما هدأ وذهب روعه أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فعرضت عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ورق من الممتنعين من عبادة الأصنام ودعائها والسجود لها ورأى أن أفضل دين في ذلك الوقت هو دين النصارى فتنصر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب وكان ورق من هؤلاء البقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق المبين فقال له ما ترى يا ابن أخيه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأاه فقال إن كان كما تقول فهذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني كنت فيها جذعا يوم يخرجك قومك من بلدك استغرب قال أو مخرجيهم يحبونه حبا شديدا يسمونه الصادق الأمين قال أو مخرجيهم قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عاداه قومهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخبر القريبين منه خديجة أبا بكر زيد بن حارث علي بن أبي طالب بلال بن رباح أحدث هؤلاء وأمثالهم فدخلوا في دين الله تبارك وتع وآمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه بما قال صلوات ربي وسلامه عليه إذ كانوا كارهين لما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام ويذكر أن أبا بكر الصديق كذلك لم يكن يعبد الأصنام ولا علي بن أبي طالب لأنه كان صغيرا ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رباه النبي صلى الله عليه وسلم ربته خديجة رضي الله عنها فحقا فصار يدع القريبين منه صلوات ربي وسلامه عليه فكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال وكان علي أول من أسلم من الصبية وكان زيد أول من أسلم من الموالي وكان بلال أول من أسلم من العبيد وكانت خديجة أول من أسلم من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان قد بلغ الأربعين من عمره ثم في يوم من الأيام رجع الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر أم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فقام صلوات ربي وسلامها قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فجمع قريشا عند الصفاء وقد أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فصعد على الصفاء صلوات ربي وسلامه عليه ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا فاجتمعوا إليه إذ يعرفون هذا الرجل هذا هو الصادق الأمين هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا سيد من سادات قريش فيقول هلموا إلي أصغوا إلي وصباحا فاجتمعوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه فقال لهم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أم صدقي أنتم صدقون كلامي إن قلت لكم جيش قريب صباحا سيدخل عليكم أتصدقونني لو قالوا نصدقك فكفت ولكنهم تجاوزوا هذا حتى يجعل الله تبارك وتعالى الحجة عليهم قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط الله أكبر ما جربنا عليك كذبا قط أنت لا تكذب أنت الصادق ما جربنا عليك كذبا قط قال فإني رسول الله بين يدي عذاب فقام أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تبا لك أليهذا جمعتنا فكأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دعه لا ترد عليك أنا أرد عليك فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل يخبر عن أمور ستحدث سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء جل وعلا ثم صار بعد ذلك يدعو إلى الله تبارك وتعالى فعاداه قولا للمرء أن يتساءل لماذا لم يعاد ورغة بن نوفل لماذا لم يعاد زيد بن عمر بن نفيل لماذا لم يعاد أمية بن الصلف لماذا لم يعاد أبا بكر الصديق بل لماذا لم يعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما قال قال أهل العلم لأنه أراد أن يكون مصلحا بعد أن كان صالحا صلوات ربي وسلام كانوا يعبدون آلهة شتى ثلاثمائة وستون صنم في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فاجتمعت كلمتهم أجعل الآلهة إلها واحدة أجعل الآلهة إلها واحدة فامتنعوا عن قبول دعوته صلوات ربي وسلامه عليه ولكنه لم يتوقف يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجاهد بلسانه صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى يسفي أحلامهم ويسب أصنامهم ويظهر عوارهم وضعف عقولهم وجهالتهم ولا يستطيعون أن يرد عليه شيئا صلوات ربي وسلامه عليه لأنهم يعرفون ضلالهم ويعرفون أن هذه الأصنام لا تسمن ولا تغني من جوع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله هم يعلمون هذا ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران قال له يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدة في السماء قال من الذي لرغبك ورهبك قال الذي في السماء قال فدع الذين في الأرض لا تفهم لا تسمع لا تتكلم لا تغني شيئا لا تنفع لا تضر لماذا تعبدها من دون الله تبارك وتعالى وصار يعلن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه فبدأ الناس يدخلون في هذا الدين العظيم لأن في طرهم لا تسمح لهم بهذا الشرك فدخل الإسلام سعد بن أبي وقاص ودخل الإسلام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيد عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله ومصعب بن عمير وهكذا بدأوا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ويتبعون محمدا صلوات ربي وسلامه إذ اقتنعوا بما جاء به من الحق ولكن هناك مكابرون معاندون قال الله تبارك وتعالى عنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحد كبر وعناد لكن لما ذهب الكبر والعناد عن أمثال سعد بن أبي وقاص وعبي عبيد عامر الجراح وطلحة والزبير وعثمان ومصعب وغيرهم دخلوا في دين الله لأنهم عرفوا الحق الكل عرف الحق لكن هناك من تقبل الحق هناك من عاند وكابر وبقي على دين الآباء والأجداد حتى إن الأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له يا أبا الحكم لا يسمعنا أحد أنا وأنت فقط قال ما لك قال أسألك قال سل قال أم محمد صادق أم كاذب أين يبينك كلاهما مشرك أين يبينك أم محمد صادق أم كاذب في عقيدتك في داخلة نفسك قال والله إن محمد هذا أبو جهل الذي قال عنه النبي فرعون هذه الأمة قال والله إن محمد الله صادق والله ما كذب محمد قط ولكن كنا نحن وبن عبد مناف كفر سيرها قريش تضم هي قبيلة تضم بطونا كثيرة من هذه البطون بن مخزوم وبن عبد مناف وبن أسد وبن تيم وبن عدي وبن سهم وبن عبد المدان وغيرهم أكبر فخذين أكبر بطنين في قريش مخزوم وعبد مناف وعبد مناف يشتملون على بني هاشم وبني أمية وكانوا هم يحكمون قريشا وإن كانت قريش لا تتخذ ملكا لكن هم يديرون أمرها بن مخزوم وبن عبدنا يقول تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا أيديات حتى إذا تنازعنا الشرف وكلنا كفر سيرهان قالوا منا رسول أن يدرك والله لا نتابعه أبدا ولا نصدقه فيما يقول إذن هو يعترف بأنه إنما امتنع عنادا وكبرا وحسدا لكن الله تبارك وتعب وفق الأخنس بن شريق وأسلم وظل أبو جهل على ما هو عليه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له وكان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب وعمر بن هشام هو أبو جهل فكان الأمر من الله جل وعلا على عمر بن الخطاب فهدى الله عمر بن الخطاب إلى دينه وظل أبو جهل على ما هو عليه وصار فرعون هذه الأمة عادنا الله وإياكم من حاله وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى لم تهدأ قريش لم يهدأ أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبو سفيان ولا عقبة بن أبي معيد ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا الوليد بن المغيرة ولا غيرهم من كفار مكة وساداتها الذين رفضوا أن تكون الآلهة أن تكون الآلهة وأجدادهم ورفض النبي ذلك وعرضوا عليه عروضا كثيرة حتى قالوا نعبدوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم مستقبلا ولا أنتم عابدون ما أعبد نكم دينكم وليدين فرفض ذلك إلا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ثم بدأ يدخل في الإسلام أناس من خارج مكة لأن مكة كانت مقر البيت الحرام مقر الكعبة وكان الناس يقصدونها من كل مكان يعظمون هذا البيت فجاء من من جاء الطفيل بن عمر من دوس من اليمن وهو سيد من سادات دوس فدخل مكة وكانت طريقتهم بعد أن أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنهم يحذرون كل قادم من أن يجلس مع النبي أو أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الطفيل من عمر ويعرفونه أنه من سادات دوس قالوا له إياك أن تسمع له إنه ساحر إنه مجنون إنه خالف دين آبائه إنه أتى بدين جديد إنه 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 يقول فأكثر علي الكلام حتى عزمت على أن لا أسمع منه شيئا بل خفت من ذلك حتى وضعت الكرسف في أذني يعني أخذ القطن وضعه في أذني حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما خوفوه منه صلوات ربي وسلامه عليه يقول فأبى الله إلا أن أسمع أبى الله إلا أن أسمع يقول وذات يوم رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فاستنكرت نفسي قلت أنا سيد دوس أضع الكرسف في أذني حتى لا أسمع بل أسمع إن كان خيرا قبلته وإن كان شر ردته كماذا لا أسمع ما أنا جاهل لست بصغير لست بجاهل أميز الحق من الباطل فنزع الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون لا اذهب إليك فأتاه قال إن قومك حذروني منك فماذا عندك قال أو تسمع مني قال قل أسمع فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو يسمع الكلام قرى عليه من القرآن وذكر له دعوته وهي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى أن يعبد الله وحده لا شريك له قال ما أجمل ما قلت ماذا يصنع من أراد الدخول في هذا الدين قال تشهد أن لا إله الله وإني رسول قال فأنا أشهد أن لا إله الله واشهد أنك رسول الله قال فارجع بها إلى قومك ولا تخرج حتى تسمع أني ظهر أمري ثم أرسل الله أبا درن الغفاري وكان منه ما كان من الطفيل بن عمر وأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله ويتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن من قريش إلا أن بدأت بإيذائه وإيذاء من يتابعه ولإيذائهم له صور كثيرة من ذلك ما قرأناه قبل قليل وهو قول الله تبارك وتعالى وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسل فكانت امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب كانت تلقي الشوكة في طريق النبي صزمه عند بيته صلوات ربي وسلامه وكان عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب كان متزوجين من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم فأمرهما أبو لاب أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم إغارا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء له طلوات ربي وسلم فطلقاهما فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية لعثمان بن عفان رضي الله وظلت أم كلثوم فلما توفيت رقية زوج النبي أم كلثوم لعثمان أيضا رضي الله عنه ثم زاد الإيذاء حتى كان يوم من الأيام وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي صلى الله عليه وسلم فلما سجد وكفار قريش في ناديهم في مجلسهم عند الكعبة إذ كانت الكعبة هي مقر مجلسهم عادة فصار بعضهم يقول لبعض إن محمدا قد عفر رأسه بين أيديكم الآن من يقوم إلى ثلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهره ثلى الجزور له المشيمة بالنسبة للمرأة لكن بالنسبة للجمل البعير الناقة يقال له ثلى وكانت جزور قد ذبحت بالأمس فقال من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيلقيه بين كتفيه فقام أشقى القوم رقبة بن أبي معين فحمل السلى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين كتفيه صل على رقبته صروة ربي وسلامه والنبي ساجد لا يتحرك صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سعود وأنا لا أملك أنا أصنع شيئا وكان عبد الله بن سعود رعي للغنم هناك ومنه ذيل ليس من قريش لكن يعيشوا في مكة يقول حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فتاة صغيرة فحملت السلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبتهم ثم رفع النبي رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بأسماء يقول ابن مسعود والله جميع من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم في قليب بدر موتا ختلوا في بدر صحيح هذا الكلام كان متى في بداية البعثة كان في السنة الرابعة من البعثة ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فمتى استجاب الله له بعد تسع سنوات بريبا سبع سنوات في مكة وسنتان في المدينة حتى كانت معركة بدر فاستجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستعجلن أحدكم إذا وقع له شيء ودعا الله يقول ما استجاب الله لي هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما استجاب الله له بعد تسع سنين تقريبا الله أعلم فالقصد أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم كذلك جاء عقبة بن أبي معيط أيضا وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أتى بعمامتي فخنق بها النبي حتى كاد يقتله فجاءه أبو بكر ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق من ربكم أتقتلونه لأجل هذا ثم كذلك آذوا غيره صلوات ربي وسلامه عليه من أصحابه رضي الله عنهم آذوا بلالا آذوا عثمان بن عفان آذوا مصعب بن عمير آذوا سعد بن أبي وقاص آذوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قتلوا ثارة أم عمار بن ياسر وقتلوا ياسرا والد عمار لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إيداؤهم حتى إن أبا جهل جاء يوما إلى نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال لمن عنده أن يعفر محمد رأسه بين أيديكم وتسكتون عنه يعني يغضبون لماذا يسجد لله تباركاته لماذا لا يسجد لأصنامنا أن يعفر محمد رأسه بين أيديكم قالوا والله إنه ليفعل قال والله لأطأن رأسه ولو عفرن وجهه في التراب يقول أبو جهل فما برح أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يصلي عند الكعبة كما هي عادته صلوات ربي وسلم فلما سجد قال أبو جهل سأريكم وقام إليه يريد يزعم أنه سيطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فما أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع القهقرة رجع عطى النبي ظهره وصار يركض ويدفع بيديه هكذا كان شيئا خلفه فرجع إلى أصحابه قالوا ما لك قال رأيت هولا وأجنحة ونارا تلظى يعني شفت شيئا عجيبا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملائكة والله لو اقترب خطوة فخطفته الملائكة هذه هذا نسميها هذه حماية حماية من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى لم يتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى كانت هجرته صلوات ربي وسلامه عليه وحاولوا معه بالمقاطعة إذ قاطعوا بني هاشمة بني هاشمة كلهم وقاطعوا كل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وألجأوهم إلى الشعب أبي طالب وجلسوا في الشعب ثلاث سنوات لا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يآكلونهم ولا يجالسونهم ولا يتحدثون معهم وكتبوا صحيفة ظالمة ووضعوها في جوف الكعبة اتفقوا على الشر وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بني هاشم كلهم إلا أبو لهب لم يخرج معهم مؤمنهم وكافرهم خرجوا عصبية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمهم وخرج معهم بني المطلب كلهم إلا القليل من بني المطلب وخرج المسلمون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا ثلاث سنوات في جوع وحاجة حتى إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع النبي كان يأكل ورق الشجر ثلاث سنوات حصار ولكن بعض العقلاء من الشباب في مكة لم يعجبهم هذا الأمر ما تريد أن تسلموا لا تسلموا أبناء عمومتنا كيف نطردهم لأن قريش قبيلة واحدة كلهم أبناء عمومة أبو جهل قريب النبي أبو لهب عم النبي أمي بن خلف أبي بن خلف شيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة كلهم أبناء عمومة كلهم فقالوا كيف تفعلون هذا بأبناء عمومتنا فقام هشام بن عمر وذهب إلى زهير ابن أبي أمي وإلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود وإلى أبي البختري بن هشام فقال لا يرضين هذا الأمر مجموعة من الكبار أبو جهل أبو لهب أبو سفيان عقبة بن أبي معيد أمي بن خلف أبي بن خلف والوليد بن المغير وأمثال هؤلاء لا نقبل حكمهم فأجمعوا على نقض الصحيفة وعلى أن يرجع بن هشم ومن معهم إلى مكة مرة ثانية وفعلا نقضت هذه الصحيفة ودخل بن هشم مرة ثانية وكان دخولهم في رأي من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه فلما جاءوا قال لهم أبو طالب لما وقع الخلاف بينهم أتنقض الصحيفة أو لا تنقض قال لهم أبو طالب إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل الأرضة إلى هذه الصحيفة الظالمة فأكلت كل ما فيها من باطل وما أبقت فيها إلا الحق وهي في الكعبة مغلق عليها افتحوا الكعبة فإن كان كما قال ابن أخي رجعنا إلى مكة وإن كان ما قاله ليس بصحيح نسلمناه لكم قالوا نعم نفعل فتحوا باب الكعبة أخذوا الصحيفة وإذا أكلتها الأرض ولم يبق فيها إلا باسمك اللهم الله رأي ورجع بن هاشم والمسلمون مرة ثانية إلى مكة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو في الطائف وأوذي في الطائف صلوات ربي وسلامه عليه ومات عمه أبو طالب وماتت خديجة ولم تمت الدعوة صلت الدعوة وظل النبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى كانت الهجرة التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمداً أن يهاجر إلى المدينة التي نورها الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أرسل من أرسله الحبشة من أصحابه صلى الله عليه وسلم والحديث يطول والوقت لا يتسع وقد أطلنا عليكم لذلك نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعي وصحبه أجمعي 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 أجمع هذا شيء